السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله سنة ثالثة لنا موعد جديد مع نشيد أصحاب المهن النشيد بتاعي النهاردة نشيد جميل جدا بيتكلم عن المهن المختلفة وإيه وإيه سر إن المهن ديت حاجة مهمة جدا بيتكلم معي أولا المهن يعني الوظائف كل واحد مننا طبعا انت كتالب لما تكبر أو دلوقتي لك وظيفة مهمة جدا أساسها بناء مستقبلك لحد إيه ما تكبر بابا ليه وظيفة ماما ليها وظيفة آآ آآ في معلم وفي طبيب وفي مهندس كل واحد مننا ليه وظيفة وليه دور في المجتمع اللي إحنا فيه بيقديها طيب أصحاب الوظائف المختلفة دورهم في تقدم وبناء المجتمع مهمة جدا يا أولاد فهم بجدهم وبتعبهم بيستطيع ان هم يرفعوا من شأن آآ الوطن ويحققوا الرفاهية للناس آآ جميعا الناشيب بتاعي النهاردة بيتكلم عن ثلاث شخصيات وبفي دعاء في الآخر للوطن عمتا بيدرب مثال معايا للفلاح اللي بيروي أرضه وكمان العالم اللي بيسعى وبيكتهد في طلب العلم عشان يرفع من شأن وطنه والضابط اللي بيحمل ايه الوطن وبيدعو في الآخر بحفظ الله للوطن وأن يعيش حرا وعزيزا بص معايا في الصور اللي قدامك دي صور بتتكلم عن مصر أم الدنيا طيب شايف قدامي الفلاح ازاي بيجده بيكتهد في أرضه بيطعف في أرضه بيسقيها ويرويها وتاني حاجة عندي طبعا العالم وتابعا الضابط زي ما احنا شايفين ايه قدامنا تمام دي صور برضو جبتها لكم عن كده فكل واحد منهم له دور في الايه في المجتمع اللي احنا ايه عايشين فيه عشان يرفع من شأن الايه الوطن تيجوا نشوف مع بعض النشيد بتاعي ونقرأه مع بعض نشيد أصحاب المهن مصر تعلو بالحرف من بدايات الزمن حققت فينا الطرف نحن أصحاب المهن ذاك فلاح روى أرضه عبر الزمن عالم فينا على خط أمجاد الوطن ضابط يحمي الحما ذاك حلم من زمن دائما كل الأبد عشت حرا يا وطن نقرأه كمان مرة نشيد أصحاب المهن مصر تعلو بالحرف من بدايات الزمن حققت فينا الطرف نحن أصحاب المهن نحن أصحاب المهن ذاك فلاح روى أرضه عبر الزمن عالم فينا على خط أمجاد الوطن ضابط يحمي الحما ذاك حلم من زمن دائما كل الأبد عشت حرا يا وطن بيقول لي تيجون مع بعض كده نبدأ من أول العنوان زي ما احنا متعودين مع بعض أول حاجة عندي عايزات معايا كده في العنوان بيقول لي أصحاب أصحاب مفردها صاحب أصحاب مفردها صاحب وعكس أصحاب أعداء عكس أصحاب أعداء أصحاب المهن المهن هي الوظائف المهن هي الوظائف ومفرد المهن والمفرد المهنة ومفرد المهن المهنة مصر تعلو تعلو يعني ترتفع تعلو يعني ترتفع تعلو يعني ترتفع المفردات مهمة جدا بالحرف قلنا الحرف زي المهن الحرف هي المهن أو الوظائف من بدايات الزمن كلمة بدايات يعني أوائل بدايات يعني أوائل من بدايات مفرد بدايات بداية من بدايات الزمن الزمن جمعها الأزمنة والأزمن برضو صح حققت فينا الطرف حققت وخلاص حققت ده فعل نوع ايه ماضي فعل نوع ايه ماضي أما تعلو فهو فعل مضارح حققت فينا فينا يعني نحن المصريين حققت فينا الايه الطرف الطرف هنا معناها الرفاهية الطرف هنا معناها الرفاهية نحن نحن ده ضمير ايه اولاد نحن ضمير متكلم احنا قلنا عندنا اتنين ضمير متكلم انا ونحن انا للمفرد ونحن للمثنى والجامع اصحاب مفردها صاحب زي ما اخدناها في العنوان فوق والمهم برضو مفردها المهنة ذاكا ذاكا اسم اشارة للبعيد هي زي ذلك كده هي هنا زي ذلك اسم اشارة للبعيد داكا فلاح جمعي فلاح فلاحون او فلاحين روا من يقول لي روا دي ايه بقى يا مس سواني انت قلت روا الف وكتبت يا وما قبلها مفتوح يبقى دي ها الف لين برافو يا سنة ثالث ارضه عبر الزمن هنا هي الضمير اهي عبر معناها خلال عبر معناها خلال الزمن واخب بالك بالشدة الزمن دي لامها شمسية تمام تمام عالم فينا على عالم جمعها علماء فينا على على يعني ارتفع على يعني ارتفع وعكسها انخفض عكسها انخفض خطة امجاد الوطن خطة يعني كتب امجاد مفردها مجد معناها ساعد في ارتفاع ايه الوطن امجاد مفردها مجد والمجد هو الرفعة ماشي الوطن جمعها الاوطان ضابط يحمي الحماك كلمة يحمي اي يحفظ يحمي يحفظ الحما هنا المكان اللي بيحميه الضابط والحما هنا برضو سمع حد بيقول لي برافو الف لينة اظن الالف اللينة هضمنها بما فيه الكفاية ذاك حلم من زمن حلم جمع حلم ها جمع حلم احلام الحلم هو ايه ما يراه النائم في نومه وعكس حلم واقع الحلم هو الخيال او ما يراه النائم في نومه من ذمن من قلنا هنا حرف ايه حرف جر دائما هنا في تنوين عندي كل 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 ده فعل امر وعكسها اسكت والفعل الامر دائما عليه سكون للأبد اي لآخر العمر لآخر العمر عشت حرا يا وطن عكس عشت موت حرا معناها عزيزا حرا معناها عزيزا وعكس حرا زليلا او مهانا عكسها زليلا او مهانا ويا وطن هنا اسلوب نداء يبقى هنا عندي بيتكلم وبيقول ان مصر تعلوا بالايه بالحرف يعني اصحاب الوظائف لهم دور كبير في تقدم وبناء الوطن ياولاد فهم بجدهم وبتعبهم بيستطيع ان هم يرفعوا من شأن الوطن ده ودنا تلات امثلة قدامنا ادنا الفلاح العالم الضابط اول حاجة عندي الفلاح قلب يروي ارضه عشان ينتج لنا ايه الفكهة والخضار وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها وبتمني جسمنا والعالم بيسعى في رفعة الوطن خط امجاد الوطن خط امجاد يعني كتب ايه كتب حاجات رفعت من شأنه ايه وطنه او اخترع شيء رفع من شأن وطنه والضابط بيحمل ايه الوطن اللي من غيره بيكسروا اللصوص في الوطن وفي اخر بيت عندي دائما كل الابد عشت حرا يا وطن بيدعو بحفظ الله للوطن وان يعيش حرا وعزيزا تمام هايلي النشيد بتاعي جميل وسهل نقرأ اخر مرة نشيد اصحاب المهن مصر تعلو بالحرف من بدايات الزمن حققت فينا الطرف نحن اصحاب المهن ذاك فلاح روا ارضه عبر الزمن عالم فينا على خط امجاد الوطن ضابط يحمي الحما ذاك حلم من زمن دائما كل الابد عشت حرا يا وطن عندي كلمة بدايات هنا دي جمع مؤنس سالم عندي اصحاب والمهن دي ايه دي جمع تكسير عندي كمان عايزك تاخد بالك من كلمات لها نفس النهاية او لها متشابهة في النهاية بتعطي جرس موسيقية اولاد في النشيد طيب الزمن المهن الوطن دي كلمات لها نفس النهاية عندي برضو زمن ووطن دول كلمات لهم نفس النهاية خلاص كده تمام عندي برضو هنا على ده ايه ده الف لينة برضو بس بالالف ما احنا قلنا ليه شكلين جاية من يعلو طيب كده نكمل مع بعض هنا شيط هنا احنا ترجمنا كل المعاني بس نقولها تاني قلنا تعلو ترتفع الطرف الرفاهية الحما المكان الذي يحميه يحمي يحفظ ويصون حلب امنية ورغبة الحرف المهن زاكة هذا على ارتفع امجاد بطولات للابد دائما الزمن العصر روى سقى خط كتب عب خلال وعيشت اي حياة او دمت ناخد هنا برضو مع بعض المفرد والجمع صاحب اصحاب الزمن الازمان او الازمنة ارض اراض الوطن الاوطان المهن المهن بداية بدايات عالم علماء ضاب الضباط الحرفة الحرف فلاح فلاحون مجد امجاد وحلم احلي نشوف برضو هنا المضاد او العكس او المقابل كل دولهم نفس الكلمة تعلو عكسها تنخفض روى ازماء علاء انخفضة حلم عكسها حقيقة بدايات نهايات ارض عكسها سماب خط عكسها محة عشت مد الطرف الفقر عالم جاهل يحمي يعرض حرا عبدا هنا مع بعض هيجيب لي بقى الشرح زي ما انا قلت لكم من شوية طيب نقرأوا كده برضو مع بعض مصر تعلو بالحرف من بدايات الزمن بيقول لي ان مصر هنا في مكانة عالية منذ قديم الزمن ده بفضل تقدمها في المهن المختلفة وهنا السؤال عندي بما تعلو مصر تعلو مصر بال ايه تعلو بالحرف طيب منذ متى ومصر تعلو بالحرف من بدايات الزمن انا مش عايزك تحفظ اسئلة انا عايزك تفهم وتجاوب من دماغك حققت فينا الطرف نحن اصحاب المهن هنا بيقول لي هذه المهن المختلفة اللي حققت الرفاهية والنعيم لاصحابها والعاملين ايه بها ماذا حققت لاصحاب ماذا حققت لاصحاب الحرف حققت فينا الايه الطرف الهي الرفاهية زاك فلاح روى ارضه عبر الزمن فهذا هو الفلاح اللي بيسكي ارضه وحولها الى جنات خضراء على مر الزمن ماذا يروي الفلاح بيروي ارضه وهنا عايزك تركز معايا في الحتة اللي جاة دي ماذا يروي الفلاح بيروي ايه ارضه هنا هنا عايزك تركز معايا هنا انا ممكن يا سنة تالتة اجيب لك كلمتين نفس الكلمة انا اديتهالكو قبل كده اخدناها قبل كده في الترمي الاولاني واخدناها قبل كده طب روى هنا وراوى هنا بيقول لي روى الفلاح ارضه واخدناها في سنة تانية وراوى الجد قصة طب روى هنا الاولاني روى الفلاح ارضه افهم المعنى وانت تعرف لا روى ارضه يعني ساقة يبقى روى هنا بمعنى ساقة طب وراوى الجد قصة روى هنا بمعنى حكا روى بمعنى ايه? هنا برضو محلل لكلمة فلاح عشان هنا كلمة فلاح عليها شدة ففكنا اللام هنا هنا وهنا يبقى فكناها الحرفين الاولاني ساكن والتاني متحرك هنا برضو الزمن دي لام شمسية اه فهنا برضو الزمن زي ما انتم شايفين ايه تمام طيب نكمل بعد كده بقولي عالم فينا على خط امجاد الوطن وهذا هو العالم صاحب المكان العالية بين الناس لانه يسجل امجاد الوطن بعلمي من على فينا العالم ماذا خط العالم خط امجاد الوطن وهنا بيقولي ضابط يحمي الحما ذاك حلم من زمن وهذا هو الضوء الضابط الذي يحمي ارضه ويحقق حلم ابناء الوطن ان يعيشوا في امان من يحمي الحما ضابط بما نحلم من زمن بضابط يحمي ايه الحما نشوف مع بعض البيت الاخير دائما كل الابد عشت حرا يا وطن وواجبنا جميعا ان ان تعيش بلادنا حرة وليست زليلة فلنرفع ذلك شعارا لنا ايه دائما ماذا نقول للابد عشت حرا يا وطن عشت حرا يا وطن هنا ده سؤال بيقولي ضاع علامة صحة او خطأ حضرتك هتحلو ايه في البيت وقف الشاشة عنده وحلو تمام وده برضو بيقولي سؤال كده زي فزورة العب ايه بيقولي يلعب التلاميذ يعلم التلاميذ ويشرح المناهج التعليمية من يكون يضحي بنفسه وروحه في ضائل الوطن من يعالج المرضى ها يرسم الطرق ويبني الايه المباني والجسور هنا نهاية درسي شكرا لكم يا سبا